بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوات الطلبة درسنا في الوحدتين للأخيرتين في تعريف التجزئة وتعريف مجموع ريمن التكاملي سنحاول أن نعرف الآن تكامل ريمن تكامل ريمن نستعرض الآن بعض المفاهيم اللي مرنا عليها سابقا مجموع ريمن التكاملي للدال لف بالنسبة للتجزئة بي هو عبارة عن مجموع مساحات مستطيلات أي المجموع التالي في هذا المجموع كان اختياري للنقاط WK من كل فترة الجزئية XK نائص 1 XK كان بشكل كيفي الأعداد FWK الموجودة في هذا المجموع أي FW1, FW2, FWN ليس من الضروري أن تكون قيم عظمة أو قيم صغرى وإنما كانت باختيار النقاط قد تحصل في بعض الأحيان أن نحصل على قيم عظمة أو صغرى ولكن في الحالة العامة ليس من الضروري أن تكون لا عظمة ولا صغرى كذلك عرفنا عندما درسنا التجزئة عرفنا طول أطول الفترات الجزئية طول أطول الفترات الجزئية لتجزئة ما بي ورمزنا لها بالرمز بي وعرفناها بالشكل طول أطول الفترات الجزئية هي عبارة أعظم الفترات دلتا X1 أعظم الأطول دلتا X1 دلتا X2 دلتا X2 دلتا X2 الآن يمكن أن أعطي التعريف التالي إذا عندي دالة FX معرفة على فترة مغلقة AB فإن العدد الحقيقي L الذي هو نهاية مجموع ريمن التكامل أي إذا بحثنا عن نهاية مجموع ريمن التكامل للدالة F بالنسبة للتجزئة عندما طول أطول الفترات يسعى إلى الصفر فإذا كانت النهاية موجودة وغير متعلقة بالطريقة التي نختار فيها النقاط WK ولا تتعلق بالتجزئة عند إذن يسمى هذا العدد بنهاية مجموع ريمن التكامل إذن العدد L يسمى نهاية مجموع ريمن التكامل إذا كانت النهاية موجودة ولا تتعلق لا بالنقاط ولا بطريقة تجزئة الفترة AB ننتقل الآن إلى تعريف التكامل محدد تعريف لتكون لدي الدالة FX معرفة على فترة مغلقة AB بالتعريف أسمي النهاية الموجودة في التعريف الأخير الموجودة في التعريف الأخير بالتكامل محدد للدالة F من X يساول A إلى X يساول B ويرمز لها رمزيا بالشكل تكامل من A إلى B إلى FX بDX أو يمكن استخدام الرمز تكامل من A إلى B إلى F بDX وذلك ضمن الفرض أن النهاية موجودة وغير متعلقة بطريقة اختيار النقاط ولا بالتجزئة كلمة موجودة تعني العدد إن هو أي رقم باستثناء زائد أو نائس ما لا نهاية ملاحظات على هذا التعريف يمكن أن أعطي الملاحظتين التاليتين الملاحظة الأولى تسمى الدالة كمولة أو قابلة المكاملة إذا كانت النهاية في التعريف الأخير موجودة أي إذا كانت النهاية موجودة فأقول عنها أنها كمولة إذا كانت هذه النهاية موجودة وهذا اللي رمزناه التكامل A إلى B إلى FX بDX إذا كانت هذه النهاية موجودة فأقول عنها أنها كمولة أو قابلة للمكاملة الملاحظة الثانية العددان الحقيقيين A وB يسميان حدي التكامل العدد A يسمى بالحد السفلي والعدد B يسمى بالحد العلوي الملاحظة الثالثة ما هو الفرق بين التكامل المحدد والتكامل غير محدد التكامل المحدد يمثل عدد وهو مساحة حسب ما أرسله أو عرفه ريمان أما الغير محدد فهو رمز عندما عرفنا التكامل غير محدد قلنا الرمز هذا FXBDX يساوي F في كبيرة X زائد ساوي التكامل قلنا الرمز هذا نسميه بالتكامل غير المحدد إذن التكامل غير محدد هو رمز بينما التكامل المحدد يمثل مساحة بينما التكامل المحدد يمثل مساحة والسلام عليكم ورحمة الله